شامبا ليس ممن يمكن أن تعتبرهم عمال الحفاظ على البيئة النموذجية هو فقط عضو يحصل على الحد الأدنى من الأجور في فريق أراضي لالو الرطبة مع ذلك فقد لعب دورا كبيرا على مدار عقد من الزمان في قصة نجاح الحدقة أولا نكون بتنزيف المناطق المحيطة بالمياه ثم نكون بدوريات في السد ونطبط بواباته هذا هو العمل الرئيسي في السيف وفي شتاء نركز على الوقاية من الحرائق وقطع القصب قالت مديرة الحديقة لاموتسيرين إن النتائج كانت مذهلة حيث ارتفع منصوب المياه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والأثار الأخرى لتغير المناخ نمى حجم الماء بمقدار صف وارتفع منصوبه بنحو الثلاثة سنتيمترات وهذا هو أكبر إنجاز في اعتقادي هناك أيضا أعداد متزايدة من الحيوانات التي تتخذ المكان موطنا لها بسبب ندرتها لا يوجد إلا هذا الفيديو الوحيد الذي تمكن العمال من التقاطه وهو أيضا أكثر ما يحبه تشيامبا حول طيور الكاركي هناك أربع أو ثلاثة من تيور الكاركي أحيانا أعتقد أن العدد سيزداد إذا توصل التحسن في البداية لم يكن هناك ولا طائر واحد منها عشرون عاما مرت منذ أن بدأ مشروع الأراضي الرطبة واليوم بات التنوع البيولوجي المتنامي يلفت انتباه العلماء اكتشف عمالنا ديورا وحيوانات لم نراه من قبل في السنوات الماضية كنا نستثمر ونعطى الخبراء والبحثين إلى الأراضي الرطبة لدراسة الأنبواء والخطى النباتي والديور والحيوانات كل هذه الأبحاث ستساعد أيضا الفريق في تبين مدى دقة عملهم وصحته وبالتالي تمكنهم من تحسين جهودهم في بناء التنوع البيولوجي ترجمة نانسي قنقر